أشهدت جهات دولية بمدى استجابة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خلال الجائحة ومؤسسة الضمان الاجتماعي قالت في بيان صحفي إن البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية والوكالة الأمريكية للتنمية وصفوا استجابة الضمان بالسرعة والسعة في الشمول والدقة في التنفيذ وتم تصميم برامج المؤسسة بما يوفر الحماية الاجتماعية للعملين في المملكة وتوفير السيولة المالية لمنشآة القطاع الخاص لمساعدتها لتجاوز تداعيات هذه الأزمة وبلغت الكلفة الإجمالية لبرامج المؤسسة ثمانمائة أو ثمانمائة وثلاثة عشر مليون دينار والوفر المتحقق سبعمائة وستة ملايين دينار منها أربعمائة واثنان وتسعون مليون كدعم مباشر للأفراد ومائتان وأربعة عشر مليون كدعم غير مباشر للمنشآت ترجمة نانسي قنقر